عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول العدالة الثقافية وآليات تعزيزها وذلك في إطار المحاور الأربعة لمبادرة العدالة الثقافية التي تعمل عليها التنصيقية وهي محو الأمية وقصور الثقافة ومكفحة الإدمان والتعاطي والأطفال بلا مأوى وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تتضمن إعداد خطة استراتيجية عامة للعمل على التوعية الثقافية وفقا لأليات محددة وبجدول زمني محدد بجانب تعميم فكرة تضاهي ساقية الصاوي داخل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية ومراكز الشباب وإنشاء منصة إلكترونية ثقافية لذوي الهمم تهدف إلى رفع الوعي وتحقيق عائد اقتصادي لهم من خلال التصويق الإلكتروني لمنتجاتهم المختلفة بالإضافة إلى إحياء مسارح كصور الثقافة المتنقلة والتوسع في إنشاء المصحات العلاجية للمدمنين لتشمل كافة محافظات الجمهورية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة